وللمزيد بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة الخبير النفطي السيد محمد الشطي أهلا وسهلا بك سيد محمد ومباشرة إلى الموضوع بعض الخبراء وأنت من ضمنهم توقعوا أن السعر النفط الكويتي سيصل إلى الـ 55 دولار مع نهاية العام ما هي معايير هذه التوقعات بلا شك بين الأسعار منذ اجتماع مؤتمر الوزاري 2 يونيوم تغير مزاج السوق لأن الاجتماع مهم خرج من معالي الوزراء النفط في وعضاء الأوبك في تصاريح أعطت الأريحية للأسواق النفطية من خلال الالتزام بعدم إغراق الأسواق وإنما الانتاج وفق سياسة انتاجية متوازنة تكفل ميزان الطلب والعرض هذا المزاج سواء من أقطاب الكبار المنتجيين سواء المملكة العربية السعودية أو إيران أو غيرها أعطى للسوق أجواء إيجابية دفعت باتجاه التعافي تزامنت مع حدوث عوامل جيوسياسية أدت إلى انقطاع العديد من الانتاج في مناطق الانتاج سواء بالنسبة لكندا انقطع الانتاج بتقريبا في حدود 800 ألف برميل يوميا وما زال كذلك بالنسبة لنيجيريا حوالي 500 ألف برميل يوميا وما زال من ناحية الطلب أيضا تعافى الطلب فعموما أساسيات السوق بدأت تتحسن باتجاه التوازن هذا الشيء رفع الأسعار واستطاع نفط خامل إشارة برينت أن يكسر حاجز الخمسين والنفط الكويتي كسر حاجز الخمسة واربعين فالآن نحن مقبلون على فترة تعافي نأمل مع نهاية هذا العام أن تصل إلى الأسعار إلى 55 دولار للنفط الخامل الكويتي سيد محمد كما يخص الأجواء الإيجابية التي سبق وأن ذكرتها مؤتمر أوبك في شهر يونيو الماضي كيف ساهم في إيجاد هذه الأجواء الإيجابية لسوق النفط الخام؟ قبل الاجتماع كان هناك مخاوف من زيادة الحدة في التصاريح بحيث أن يزداد التنافس وتقوم بعض الدول بزيادة إنتاجها من خلال هذا الاجتماع حدث انسجام ما بين مختلف الأعضاء من خلال التصاريح التي أدت إلى تغير المزاج في السوق بمعنى أن الكل يهتم لاستقرار الأسواق الكل يهتم لاستقرار الأسعار يتطلع إلى تعافي الأسعار سمعنا تصاريح من الوزير الإماراتي الوزير السعودي الوزير الكويتي وغير من الوزراء يتطلع إلى 60 دولار مع نهاية هذا العام لأنها تحفز الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج وبالتالي هذه الأمور غذت في أجواء تعافي الأسعار ورأيناها فعلا الأسعار ارتفعت ونفط الخام الكويتي تجاوز 45 دولار للبرميل سيد محمد صندوق النقد الدولي أكد تحقيق دول الخليج تقدما كبيرا في مواجهة الأثار السلبية لانخفاض أسعار النفط إشهادة بحجم الصندوق ماذا تعكس؟ بلا شك الدول الخليج تنسق فيما بينها والكويت على وجه التحديد في تنوع الاقتصاد من خلال أجهزتها المختلفة سواء بالنسبة للتخطيط أو بالنسبة على مستوى الحكومة أو مجلس الأمة هناك توجه عام طبعا الليدر أو المحرك في هذا كله هي وزارة المالية تحرك وفق سوس وثيقة الإصلاع بشأن تنوع الاقتصاد الكويتي وبالتالي تنوع الاقتصاد بدل نعتمد على النفط يتعدى ذلك إلى الغاز إلى مصادر الطاقة البديلة إلى السياحة إلى الاستثمار وبالتالي هناك حركة حقيقية في دول مجلس الدعاون من أجل تخفيف الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط الخبير النفطي السيد محمد الشطي شكرا جزيلا لك